امال المصريين في المونديال حلم المونديال والمشاركة في كاس العالم 2026 في وقت المتحدة الامريكية كندا والمكسيك محطة مهمة جدا لمنتخب مصر اهلا بكم في حلقة جديدة من السادسة قبل 60 دقيقة بالتمام والكمال من بداية اللقاء المنتظر لقاء يبدو للوهلة الاولى انه لقاء سهل ولكن حقيقة المباراة لها حسابات كتير جدا وعقدة مشوار المنتخب في المونديال تخلينا نتعامل مع كل مباراة بمنتهى الجدية بمنتهى الاهمية بعد معدلات التركيز رهان كبير جدا على كابتن حسام حسن وعلى نجوم منتخب مصر اللي خليني ابدأ معاكم حلقة النهاردة بالاعلان عن التشكيل اللي ياخد به منتخب مصر اللقاء خارج الديار في مواجهة غينيا بساو استقر كابتن حسام حسن على الرجوع لطريقة 4-3-3 مع بعض التغييرات والتعديلات في العناصر اللي هتشارك في مباراة النهاردة يظل الشناوي حراس مرمى مصر الاول في حراسة مرمى منتخب مصر على اليمين محمد هاني وبجواره محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلى ناحية الشمال بيدخل من جديد محمد حمدي كظاهير ايصر للمنتخب المصري استقر كابتن حسام على مشاركة اتنين ديفندرات هم مروان عطية وحمدي فتحي أمامهم سوليسي محمد صلاح أحمد سيد زيزو وتريزي جي وفي مركز المهاجم الصريح مصطفى محمد كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة مباراة على رغم انه البعض يظن انها سهلة وانه رغم انه المنتخب استطاع في بداية مشواره لتأهل المنديال انه يحقق العلامة الكاملة ويقدم عروض قوية تسع نقاط تلات مباريات تسع نقاط فارق كبير جدا عن اقرب منافسين نتكلم طبعا على غينيا بيساو سيراليون بوركينا التلات منتخبات اللي يعتبروا هما الاقرب بالنسبة لمنتخب مصر من حيث عدد النقاط لكن النهاردة بشوف انه في كمين منصوب لكابتن حسام حسن وعشان تفهموا وجهة النظر ونفهم اكتر اهمية مطش النهاردة حسابيا تعالوا نشوف مع بعض جدول ترتيب المجموعة عالما بقى ان جيبوتي وجهت اثيوبيا النهاردة والنتيجة كانت تعادل يمكن جيبوتي واثيوبيا خارج الحسابات شوية لكن لعبوا بالفعل الجولة الرابعة بالنسبة لهم النهاردة وانتهت المباراة بنتيجة تعادل نشوف ترتيب المجموعة مع حضراتكم مصر في صدارة المجموعة قبل اللقاء غينيا بيساو برصيد تسع نقاط غينيا بيساو في المركز التاني مونفردة برصيد خمس نقاط ثم بوركينا فاسو وسيراليون وفي المركز التالت والرابع برصيد اربع نقاط طب ليه حزبة بيرما ده احنا متصدرين من البداية للنهاية والفارق بيننا وبين اعرب منافسينا يصل الى اربع نقاط كاملة عشان كده بقولك مطش النهاردة ما يقبلش الاسمة على اثنين وتعالوا نشوف الحزبة قبل مواجهة مصر وغينيا بيساو وقبل مواجهة سيراليون وبركينا اللي هتتلعب النهاردة المباراة دي الساعة عشره بالليل بعد انتهاء مباراة مصر وغينيا بيساو مكسب مصر يبعدها ويريحها بشكل كبير جدا ويظل انفرادها بصدارة الترتيب بصرف النظر عن نتائج الاخرين اي نتيجة غير كده ولا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما نتمنهاش طبعا ابدا اي مفاجأة يعني من مفاجأات التصفيات كاس العالم اصحنا تصفيات كاس العالم بالنسبة لنا قصة يعني والتحدي الاصعب في تاريخ الكرة المصرية لقدر الله في حالة خسارة مصر النهاردة الحسابات والترتيب المجموعة وفرص الوصول هتتساوى بشكل كبير جدا ليه بقول الكلام ده؟ لانه مصر هتقف رصيد مصر عند تسعة نقاط ويرتفع رصيد غينيا بيساو الى تمن نقاط والفرق بينها وبين مصر يبقى نقطة وحيدة مش بس كده النهاردة عندنا سيراليون وبوركينة الاتنين معهم اربع نقاط لنفترض مثلا انه بوركينة بتلعب ماتشها وعلى ارضها كسبت التلات نقاط ده معناه انها قربت من مصر اللي هيكون عندها تسعة وغينيا بيساو اللي عندها تمانية ويرتفع رصيدها الى سبع نقاط مع العلم انه مصر خاضت مواجهتها امام بوركينة هنا في القاهرة وبالتالي بوركينة هيكون عندها افضلية الارض والجمهور في المواجهة القادمة حسابيا الحسابات تتعقد حسابيا الحسابات تتعقد وتتعقد بشكل اقل لو انتهت نتيجة مباراة النهاردة بالتعادل يرتفع رصيد مصر لعشر نقاط في حالة فوز بوركينة او سيريليون سبع نقاط ويبقى في الامور امور وفي الكلام كلام نتمنى ان شاء الله بإذن الله انا بقول ان شاء الله بإذن الله احساسي انه منتخب مصر مع كابتن حسامي يقدر يرجع من غينيا بفوز مهم جدا 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 في التوقيت ده وفي المرحلة دي من البطول